بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بحضراتكو وشركة FT Plus وكيف تصل إلى الحرية المالية من خلال هذه الشركة طيب خلينا واحدة واحدة طبعا شركة FT Plus هي أسرع شركة تمويل في العالم لأنك تستطيع أن تسحب خلال ثلاثة أيام كما يقولون في الموقع ودي حقيقة فعلا تمام طيب خلينا بقى واحدة واحدة طبعا هم على Trust Pilot أربعة تسعة من عشرة وتسعمائة خمسة وتسعين ريفيوز فممتازين جدا أنا بالنسبة لي اشتريت حسابين Experience Trader كل حساب بمتين ألف وشغل فيهم وأقول لك أنا شغل إزاي والخطة الخاصة بي في خلال قدية أنا عامل خطة ثلاث سنوات متخيل خطة ثلاث سنوات وأقول لك أنا عامل الخطة ليه ثلاث سنوات طبعا Experience Trader هو اللي تدخله وليس Advanced Trader يعني فيه أصدقاء كان يدخلوا Advanced Trader هو بيكون صعب جدا إن أنت تشتغل يوم الجمعة تمام بيسكروا الصفقات يوم الجمعة فيفتح الصفقة الشركة تقفلها فيقول له أستاذ علي ده واضح إن هي شركة نصابة لا هي مش شركة نصابة هي كتبالك في الموقع أن Advanced Trader ممنوع المتاجرة يوم الجمعة تمام ولا تترك الصفقات لما بعد نهاية الأسبوع أما Experience Trader فمسموح بكل شيء طيب بالنسبة للمتاجرة مسموح بكل شيء تمام مسموح بالمضاعفات اشتغل كما يحلو لك تمام هذه الشركة لا يوجد أي قيود بخصوصها تمام تقدر تشتغل كما يحلو لك لكن فيه قيود خاصة بالرفعة رفعة 1 إلى 30 أنا بالنسبة لي رفعة 1 إلى 30 زي الفل تمام طبعا عندك Meta Trader 4 و Meta Trader 5 ما يفرق Meta Trader 5 عن Meta Trader 4 هو وجود عملات رقمية كثيرة على مناصة Meta Trader 5 تمام طيب التارجد المطلوب في Experience Trader هو مرحلة وحيدة فقط وهو عمل 10% تمام Relative Drew Down هو أسوأ ما في الشركة التحرق اللي هو التراجع الكلي المتحرك وهو أقول لك تتعامل معاه ازاي أنا مثلا في حساب الـ 200 ألف الـ 6% ديت Relative Drew Down يعني معاك 12 ألف وطلار تراجع كلي تمام من أعلى نقطة وصلت لها 12 ألف هو إيه بتتحسب كده والتراجع اليومي كل يوم على طول يشوف أنت وصلت لإيه ويحسب لك الثلاثة بالمئة الثلاثة بالمئة من المتين ألف يعني ما يعادل 6 ألف دولار بيحسبها ققيمة وليس كنسبة تمام بيحسب لك الـ 6 ألف دولار من إنت وصلت مثلا الـ 200 وواحد فيبدأ اليوم الجديد يخصم لك الـ 6 ألف يقول لك لا تصل إلى الـ 195 من المتين وواحد تمام تعال أعمل لك خطة كده واحدة واحدة خلال الثلاثة سنوات وتفاجأ أنت الحساب اللي انت اشتريته بقود الخصم اللي هتلاقيه في الدسكريبشن خصم 10 بالمئة بتشتريه بحوالي هنقول 900 دولار 900 دولار هتشتري حسابين بـ 1800 دولار 1800 دولار بعد ثلاثة سنوات هتجد 1800 دولار دولت تحولوا إلى رقم رقم هلامي رقم كبير جدا أكتر من نصف مليون دولار تخيل تقدر تسحب من هذه الشركة على الأقل نصف مليون دولار خلال ثلاثة سنوات أنا ما بقولش شهر أو شهرين وأقول لك كل الطرق اللي بتتم المتجرة من خلال هذه الشركة نذهب إلى الإكسل أنت عندك طريقتين لا سالس لهم إما أنك هتدخل high risk أو أنك هتشتغل بهدوء أعصاب وتوازل فعالي واستمراري تمام طبعا معك حسابين كل حساب بـ 200 ألف طبعا لو معك حساب بـ 100 وحساب بـ 100 بيتم ضمهم للـ 200 ألف طيب هنحسب حساب واحد هنحسب اللي انت معك حساب واحد وبعد كده ننضرب في 2 بيعتبر أن هي هيكون معاك إن شاء الله حسابين في هذه الشركة تمام أول حاجة أنت عندك تراجع تراجع يومي التراجع يومي الخاص بك هو 3% تمام 3% دولار بيمثلوا كام بيمثلوا 6,000 6,000 دولار فأنت احسبهم ققيمة وعندك 6% تمام 6% ديت بيمثلوا كام بيمثلوا 12,000 من أعلى قيمة وصلت له تمام وبعد ما بتستلم الحساب الفندد الشركة بتقولك ما فوق الـ 12,000 تقدر تسحبه لو سحبت يعني الـ 12,000 لازم توصل بعد ما توصل للحساب الفندد أنا بحسبها للناس علشان البعض بيختلت عليه الأمر فاحنا بنحسب فوق الـ 12,000 انت تحصل على نسبتك اللي هي 80% تمام كده يبقى انت لازم ايه اول حاجة هتعمل لهم ايه هتعمل لهم الـ 20,000 اللي هي بتمثل 10% ايه دي الـ 20,000 اللي هتعمل ها في الأول تمام اللي هي بتمثل دي 10% يبقى انا عملت 10% تمام وبعد كده انا مطلوب مني اعمل الـ 12,000 اللي هي بتمثل 6% 6% دي بتاعت ايه 6% اللي هي التراجع الكل لازم تعمل لهم 6% انت محتاج تعمل اللهم ايه 16% ايه دي الـ 12,000 تمام يبقى الاجمالي اللي انا عاوز اعمله في الشركة 20 بلاس 12 32 انا عاوز اعمل 32,000 دولار تمام علشان اللي فوق الـ 32,000 دولار ده هم دول اللي هاعرف اسحب منهم 80% وبعد ما اوصل للـ 10% وهسحب هصل الى 90% تمام هوصل للـ 90% طيب خليني بقى اعمل لك خطة لمدة ثلاث سنوات هي دي اللي انا عملها لنفسي اول حاجة سألتها لنفسي يا استاذ علي بعد اذنك تقدر تقول لي تعرف تعمل كام نقطة في الشهر سؤال عجيب جدا فانا قلت نفسي انا كنت زمان في الزلو تريد مكسر الدنيا ونعمل 15000 و10000 والكلام ده كل قلت لا لا فيش الكلام ده 15000 و10000 والكلام ده ممكن يجعلني ملاصقة للشاشة وهيوترني اكتر من متوتر اساسا انا مولود متوتر يعني خلاص لا خليها 3000 نقطة 5000 نقطة يبقى الامر ايه معقول ومنطقي لا يوجد احد في العالم يضمن السوق علشان مبقاش ايه في لود عليك طيب فهفترض اللي انا هعمل 3000 نقطة كل شهر تمام فده اللي افترضية الاولى اللي انا نيام ان شاء الله اعمل 3000 نقطة كل شهر تمام اول ما قلت 3000 نقطة انا بقول ليه 3000 نقطة علشان هعرف قيمة اللوت حجم التداول هيكون قد ايه فهم الموضوع هو انا ناوي اربح كل يوم معدل قد ايه كل شهر قد ايه تمام لازم تبقى عامل لنفسك طرجة يومي وطرجة اسبوعي وطرجة شهري تمام لكن هو طرجة مرن يعني لو لم يتحقق هذا اليوم يتحقق هذا الاسبوع لم يتحقق هذا الاسبوع يتحقق الشهر التالي ولو لم يتحقق الشهر التالي معك ثلاثة أشهر مفترض اللي انت تحقق التارجد فيه فقل مرنا في هذه المسألة طيب أول سؤال اللي هو 3000 نوت طيب أعمل اللوت تبقى دي إيه حجم العقد أعمله بالدولار طيب أنا مطلوب يا جماعة مني 32 ألف أنا لو عملت بالدولار واحد يبقى أنا هعمل 3000 دولار 3000 دولار ديت لما تيجي تقسم ال32 على 3000 دولار هيطلع لك حوالي 11 شهر إيه ده معقولة هقعد 11 شهر علشان أعدي التقييم وستلم الحساب الفندد وأبدأ أقول ربنا يوصر الحال وأربح بقى يعني أنا كده قعدت سنة كاملة سنة كاملة البعض يقول لك إيه آه سنة كاملة لكن لن تقسر الحساب لإن أنت بتدخل بواحد دولار ومطلوب منك تراجع 6000 دولار ويتراجع كل 12 ألف فالدولار ده عمره ما هيخصرك ال 6000 دولار لكن ده حرص زيادة عن اللذوم أنا أنا بعتبره حرص زيادة عن اللذوم تمام؟ فالأفضل إيه؟ الأفضل يكون بتلاتة دولار تمام؟ وليس باتنين كمان بتلاتة دولار ليه؟ علشان يعمل لك تسعة تلاف آآ اللي بتعمل لك تسعة تلاف يبقى عملت كام؟ تسعة تلاف دولار يبقى قدرت في خلال أقل من أربع شهور خلاص وصلت للايه؟ للمرحلة ديت تمام؟ عايز تعملها باتنين دولار ما فيش أي مشكلة تمام؟ اتنين دولار هتوصل لستة تلاف لكن هتقابلك مشكلة وهي الصبر إحنا بطبعنا آآ مستعجلين يعني عارف اللي هو إيه؟ آآ عايز السرعة عايز الإنجاز طول ما فيش إنجاز أنت عملته هتلاقي نفسك الخطط ديت أنت مش ليس لديك الحماس لاستكمال الخطة تمام؟ فعشان كده قلت لك إيه؟ لأ خليها بتلاتة دلار بحيث مدة أربع شهور مدة معقولة البعض يقول لك لأ طب يا أستاذ علي ده ممكن أخليها بخمسة دلار تمام؟ خد نصحتي وخليها بتلاتة دلار ليه؟ هقولك ليه تلاتة دلار ديت لما تيجي تقسم التراجع اليومي اللي هو ستة تلاف تمام؟ هتقسمه على مين؟ على الثلاثة دلار الصفقة اللي انت دخلتها فهتعمل ايكوال كده ستة تلاف على تلاتة هتعرف تنام وتترك الصفقات ليه؟ أنا معي ألفين نقطة تراجع دخلت اليورو دلار تمام؟ طيب هل هيعكس علي ألفين بيب؟ في هذا اليوم؟ لا مش هيعكس علي ألفين بيب لأن اليورو دلار إحصائيا لم يقوم بعمل خمسمية بيب في اليوم راجع كده الشرط الخاص به اليورو دلار ما عملش خمسمية نقطة ولو عمل ما عملش ستمية نقطة ما وصلش أبدا تمام؟ ليه عمل ستمية نقطة اليورو دلار فأنا بلعب على الحتة ديت تمام؟ اللي أنا خلاص اليورو دلار ده مش هيخسرني ألفين نقطة تمام؟ طيب هل أنا هنتظر الستمائة نقطة تراجع ولا هلتزم بإيقاف خسارة معين؟ لا هتلتزم بإيقاف خسارة معين تمام؟ إنه لو عكس عليك مية وخمسين بيب مثلا أو ميتين بيب لا سكر الصفقة ميتين بيب ليه؟ لأن انت تراجعك ستة لاف لما تعمل ميتين بيب تمام؟ هادي ميتين بيب دخلت اليورو دلار وعمل تراجع ميتين بيب يعني كام عشرة بالمئة من التراجع الخاص بيك تمام؟ هادي اقوال تمام؟ وثلاثة في ميتين يبقى أنا نيوم إن شاء الله أقصر ميتين بيب تمام؟ فلو خسرت ميتين بيب يبقى أنا هاقصر ستمية دولار لو خسرت ميتين بيب يبقى أنا ما درستش الاتجاه ما عرفتش الاتجاه بشكل صحيح لكن في ظل الفوضى السعرية والعشوائية لو أنت عامل إقاف خسارة 20 بيب 30 بيب هتلاقي السعر ايه؟ بيضربهم تمام؟ لا أنا هاعمل إقاف خسارة بعيد وهلعب على مسألة اللوت الصغير اللوت الصغير ده هيكسبك تمام؟ دي الفلسفة الخاصة بإدارة الصفقات في ناس تانية تقولك لا 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 كلام ده أستاذ علي ده إحنا في عصر السرعة أنا هدخل إن شاء الله أنت مش قلتلي أنت عايز 32 ألف دولار أقول له آه يقول لي طيب خلاص أنا هدخل بتلاتة ستندر يبقى بتلاتين تمام؟ علشان لما أعمل إن شاء الله ألف بيب يبقى أنا عملت تلاتين ألف دولار تمام؟ مش أنت بتعمل تلات تلاف نقطة في الشهر لا يا سيدي أنا بعمل راجل بعمل ألف بيب فقط في الشهر لكن هعملها بتلاتة ستندر علشان أوصل لتلاتين ألف دولار هقول له تمام لو كان الموضوع مستمر معاك ده زي الفل لكن وبطريقة إحصائية وخبرة سنوات وسنوات أقدر أقول لك أن هذه الطريقة بتؤدي إلى الإفلاس مهما ربحت منها ستؤدي إلى الخسارة الجسيمة مهما ربحت هتعمل عشر حسابات هتكسب في واحد هتكسب في اتنين لكن النهاية خسارة تمام؟ عايز تستمر في أسل الطريقة مفيش أي مشكلة أنت مستعجل مفيش أي مشكلة تفضل اشتغل تمام؟ وقول لي إيه النتيجة بعد سنة بعد اتنين بعد ثلاثة تمام؟ الطريقة ديت آه ممكن تيجي معاك ضربة ضربة حظ زي ما بيقولوا اللي هي ثلاثة ستندر خمسة ستندر عشرة ستندر فهم؟ واتيجي معاك لكن لن تستمر تمام؟ يبقى احنا اتفقنا أن الطريقة ديت اللي هي الهاي ريسك ودي كانت بتتعامل في سوق الفوريكس يعمل لك محفظة صغيرة يغسر مئات المحافظ ومحفظة واحدة هي اللي تعمل معاها مليون تعمل معاها تلتمائة ألف تعمل معاها متين ألف فيقول لك بص أنا الحمد لله قدرت أوصل من مئة دولار لمئة ألف دولار قدرت أوصل من مئتين دولار لخمسين ألف دولار وهكذا تمام؟ لكنها جاءت معاها مرة واحدة من مئات المرات أو عشرات المرات لا أنا عايز طريقة مستمرة أنا بعمل يا جماعة مشروع فالمشروع ده أنا عاوزه مستمر وفي نفس الوقت أنا عاوز المشروع ده منطقي أنا مش عاوز كعلي يوسف أو أنت مش عاوزين نضحك على بعض تمام؟ أول حاجة تسألها نفسك أنت مين؟ أنت مين كمتاجر؟ تمام؟ إمكانياتك إيه؟ ما تضحكش على نفسك يعني أنا بقول لك إيه؟ إمكانياتي الحمد لله أقدر أعمل 15 ألف نقطة وليه أدخل نفسي في ضغط عصبي؟ لا يا سيدي أعمل 3000 نقطة تقدر تعملهم؟ أه أقدر أعملهم ليه؟ كل 3 شهور محتاج مني كام؟ 9000 نقطة هعرف أعملهم 9000 نقطة هعرف أعمل 9000 نقطة كل 3 شهور يبقى الأمر إيه؟ بالنسبة لك خلاص التقييم الخاص بك كل 3 شهور إن أنا عاوز أعمل 9000 نقطة كل 3 شهور تمام؟ وحسبت لك التراجع التراجع الخاص بك هتعمله كده تمام؟ بحيث اللي هو إيه؟ بيمثل 10% ليه؟ لإنك ممكن تدخل 5 صفقات 4 صفقات يعني لو فيه صفقة ضربت معك هتدخل صفقة تانية هتدخل صفقة تالتة هتدخل صفقة ربعة لإن 4 صفقات بيبتمثل كام خسارة إيه دي؟ 2400 يبقى أنا كده ما خسرتش الحساب تمام؟ أول ما تخسر 4 مرات خلاص سكر الشاشة ما تشتغلش هذا اليوم هذا اليوم لا يناسبك إطلاقا في المتجرة طالما انت خسرت 4 صفقات وكل صفقة عكست عليك 200 بيب لا دم تساحر ما تعملتش بصراحة فتدخل 4 صفقات وتعكس عليك البعض يقولك إيه طب يا أستاذ علي إيه رأيك لما خلي ديت 6 تمام؟ واجعل النقاط 100 يعني يعمل العقد ب6 دلار تمام؟ ويجعل إقاف الخسارة 100 آه ممكن تعملها ممكن تعملها عند القعان المهمة جدا والقوية للغاية وإنك شايف إن السعر آه خلاص بحيث إنك تستفاد آه من صعود السعر فهمت الحيطة ديت بس بتعملها بقى إيه لما العديد من الأدوات تم دمجها معاك ولقيت إن السعر فعلا لو عكس عليك هيعكس 30 بيب 50 بيب لكن مش هيعكس المية تمام؟ أو ممكن تجعلها مثلا آه بخمسة تمام؟ وتجعل آه 120 المهم إن الخسارة في الآخر تبقى 600 تمام؟ لكن لقيت إن حالة السوق لا إنت مش عارف آه السعر أنا شايف إن هو اتجاهه صاعد لكن مش عارف هيعكس علي قدي إيه ممكن يعكس علي مية ممكن يعكس علي مية وعشرين طب لأ أنا أخليها آه 200 بيب اللي أنا يكاس تمام؟ علشان أنا لو عكس علي 100 بيب هدخل عزز فاهم؟ هدخل آآ عزر آآ عمل عملية تبريد عزر تمام؟ لو عكس عليك هتعمل عملية تبريد دا إيه أنت داخل مرة أخرى آآ ما إحنا كنت بنى فوق بس مش مشكلة عكس عليك مية بيب أو مية وعشرين بيب هتدخل بتلاتة آخرين ما أنا قلت لك أربع صفقات والله تمام؟ فتقدر تدخل إيه؟ أول بقى ما هيبدأ يصعد مرة أخرى ممكن تعمل الصفقة الثالثة تمام؟ يبقى أنا استفدت إيه؟ إن أنا أعملت أسلوب مضعفات كده بسيط مع السعر بحيث لأنا في النهاية تلاقيني ربحت من هذا الزوق تمام؟ بس طبعا يكون إيه؟ أنا كده دخلت بتسعة بس دخلت بتسعة الشموع اليابانية وأدواتي وكل الحاجات اللي أنا بستخدمها قالت مع صعود السعر وفي صفقات هي خضراء معايا أو زرقاء تمام؟ في صفقات على ربح يعني أنا مش هدخل أكمل الصفقة الثالثة ديت إلا لما أكون أصلا أنا ربحت السعر معايا خلاص ارتفع تمام؟ فهقدر أشتري يبقى السعر مكمل تمام؟ بس لازم يكون إيه طبعا أنت دارس كل حاجة وفاهم أنت بتعمل إيه؟ تمام؟ في الصفقة الثالثة بالذات عشان ما تخسرش كتير طيب خلاص يبقى إحنا كده فهمنا إيه؟ إدارة المخاطر هعمل إيه؟ كأسلوب مخاطر طيب أنا بالنسبة لي في الربح أنا قلت لك أنا عاوس ثلاث تلاف تمام؟ ثلاث تلاف وهعملها إيه؟ هعملها آآ بثلاثة دولار بحيث اللي أنا هجسب إن شاء الله تسعة تلاف دولار فاربع شهور هوصل لستة وتلاتين وليس اتنين وتلاتين تمام؟ يبقى نلغي بقى الكلام ده خلاص يبقى أنا أول حاجة هدى لنفسي أربع شهور آه يبقى كده أربع شهور دي مش أربع شهور خالص تمام؟ أربع شهور يبقى أنا الترجة الخاص بي اللي أنا خلاص هبدأ بقى أخد من آآ إفتي بلاس بعد أربع شهور طيب في حاجة بقى في إفتي بلاس هو بيقولك إيه؟ بيقولك لو أنت عملت عشرة بالمئة في الفندد في حاجات كتير بتتفتح لك إيه هي؟ أول حاجة قالك النمو مش عاوز نمو طيب تاني حاجة تاني حاجة قالك والله إنت تقدر اللي إنت تطلب مننا إن إحنا نبعد بقى إيقاف الخسارة ده خلاص مفيش إيقاف خسارة يومي روح يا إيقاف خسارة يومي مش عايزينك قاهم؟ فخلاص مبقاش عندك إيقاف خسارة يومي لمجرد اللي إنت عملت إيه؟ عملت العشرة بالمئة فأول ما ما أسمع كده أقول لأ ده أنا عاوز أعمل عشرين بالمئة وليس آآ عشرة بالمئة أو ستة بالمئة يعني ستاشر لأ أنا عايز أعمل عشرين بالمئة علشان يبقوا إيه؟ أربعين فالأربعين هيكونوا ممكن في أربع شهور تمام؟ تجاوزا أربع شهور ونصف يبقى أنت إيه؟ أربع شهور ونصف خمس شهور خليها خمس شهور يبقى أنت عملت إيه؟ التارجت اللي هو الخاص بالأربعين ألف تمام؟ عملت التارجت الخاص بالأربعين ألف خلاص سكر بقى الكلام ده خلاص دي أول حاجة اي سكر الكلام ده آآ تمام؟ يبقى كده إيه؟ خلاص انت انتهيت من أول مرحلة قدت لنفسك قد إيه؟ خمس شهور تقدر تخليهم أقل من كده؟ آآ باللعبة الخاصة باللوت سايز الخاص بيك يبقى بخمسة دلار يبقى بستة دلار على حسب باللعبة الخاصة بيك في حساب النقاط اللي انت تقدر تعمل النقاط أكتر بس أنا بقولك متوسط محترم تقدر تشتغل من خلاله ما تضغطش على نفسك أكتر من اللازم تمام؟ طيب خمس شهور وإيه رأيك أساس علي؟ نخليها ست شهور ممكن يكون شهر كده إخفاق آآ شهر مزاجي مشرايق آآ خلاص خليها ست شهور تمام؟ أنا معايا دلوقتي في الخطة الخاصة بي سنتين ونص طيب السنتين ونص دولت أنا خلاص أنا عملت العشرة بالمئة فاندد وعملت طبعا العشرة بالمئة اللي قابلهم اللي هو الحساب تقييم تمام؟ وهبدأ بقى أخد أرباحي تمام؟ مجرد هسحب أول الصحبة ديت على الثمانين بالمئة وبعد كده هيحسب لي على إيه؟ على التسعين بالمئة فاحنا هنحسب على التسعين بالمئة تمام؟ مطلوب مني قد إيه؟ نرجع بقى للحساب أنا بقى معايا الحساب كام من ٢٢٠ تمام؟ حسابك الآن بـ ٢٢٠ بعد الست شهور حسابك بقى ٢٢٠ أنا عاوز أعمل قد إيه؟ من المتين وعشرين بتراجع ٦٠ والـ ١٢٠ ٢٠ ألف لا الـ ٦٠ ألف ديت اتلاغت مش إحنا قلنا ان التراجع اليومي اتلاغة؟ آه يبقى أصبح إيه؟ الـ ٢٢٠ ألف والـ ١٢٠ ألف ده خلاص بقى ما بقى السابت بمعنى إيه؟ إن أنا خلاص إن أنا العشرين ألف ديت أصبحت إيه؟ هي التراجع الخاص بيه معاك تراجع ٢٠ ألف دولار او تمام؟ اللي هو بيمثل إيه؟ تراجع ١٠ بالمئة تمام؟ طيب يبقى أنا كده هتراجعي كام؟ ١٠ من مئة هعمل إيه؟ هعمل ما يسمى بمغزن القيمة هقعد إيه؟ أربح أربح وما سحبش لمدة قد إيه؟ لمدة ثلاثة أشهر عايز تعملها ثلاث شهور عايز تعملها ستة شهور مفيش أي مشكلة تمام؟ طب انت ناوي تربح قد إيه؟ مش إنت كنت بتربح ٩٠٠ أنا عايزك تربح لـ ٩٠٠ مش عايز أكتر من كده حاجة أنت تعودت عليها ولاقيتها نجحة خلاص استمر تمام؟ طب بس يزودها خليها عشر تلاف مثل عشان سهولة الحساب بس تمام؟ يبقى العشر تلاف أنت هتربحهم كل شهر يبقى أنت عملت كام؟ ٣٠ ألف دلار تمام؟ لما تعمل ٣٠ ألف دلار تراجعك أصبح كام؟ آي تراجعك أصبح ٥٠ ألف دلار يبقى التراجع الكلي أصبح كام؟ آه ده تراجعك الكلي ولا يوجد تراجع يومي تمام؟ دول في قد إيه؟ في ثلاث شهور لا خليهم في ستة بتقول إيه؟ في ستة شهور ليه يا أستاذ عالي كده؟ ده أنت كده قللت التراجع خالص أيها يا سيدي خليه قليل مفيش أي مشكلة بدل ما كنت بتعمل ٩٠ ألف لا يا سيد أنا شلت الضغط عنك وبتعمل ٥٠ ألف دلار فقط لا غير مش مطلوب منك أكتر من كده في كده؟ ٥٠ ألف دلار طيب ٥٠ ألف دلار عبارة عن إيه؟ ما أنت بتعمل ٣٠ ألف نقطة؟ لا أنا مطلوب منك إن أنت تعمل ١٠٠ و ٥٠٠ نقطة ومطلوب منك تدخل بعقد ٢ دولار علشان تحافظ على إيه؟ على الحساب الفندد تمام؟ فأصبحت الأمور بالنسبة لك سهلة جدًا خطة منطقية أنا بعمل لك خطة منطقية تمام؟ خطة منطقية وما تخسركش طيب يبقى أنا كده إيه؟ عملت الخمسين ألف دي المرحلة الثاني نعمل بقى كده دي المرحلة الثانية أنا كده إيه؟ دلوله الست شهور الثانية تمام؟ ست شهور يبقى أنا كده إيه؟ سنة دي السنة الأولى عملت إيه في السنة الأولى؟ عملت ثلاث إنجازات أول إنجاز بالنسبالي إن أنا عدت التقييم تاني إنجاز بالنسبالي إن أنا عملت لهم الأربعين ألف تمام؟ الأربعين ألف اللي هم عايزينها عملتهم تمام؟ تالت إنجاز بالنسبالي هو إن أنا عملت مغزر للقيمة خمسين ألف دولار طبعاً مع السحب أنا سحبت ولو 200 دولار 300 دولار علشان نسبة الربح مشاكة الأربع هتبقى 90% تمام كده؟ طيب هتقل بقى على بداية السنة السانية بداية السنة السانية أنا معايا كام؟ معايا متلون خمسين ألف تمام؟ تراجعي قد إيه؟ تراجعي اليومي والكل خمسين ألف دولار تخيل أنا وصلت لإيه؟ تراجعي اليومي والكل خمسين ألف دولار هنا بقى أعرف أعمل فلوس إزاي؟ بدل ما أنا عمال أدخل بثلاثة دولار واثنين دولار؟ لأ أنت كده هتقدر تدخل بعقد ستندر وبعقدين كمان ستندر ما فيش أي مشكلة ليه؟ إنت معك تراجع خمسين ألف دولار فخمسين ألف نسيد ألف دولار ده بيمثل قد إيه؟ لو أنا دخلت بعقد الستندر اللي هو بعشرة دولار تمام؟ التراجع عندي هيكون خمس تلاف دولار خمس تلاف نقطة عزرا تمام؟ يعني أنا لو دخلت بعقد الستندر هل هيعكس زوج العملة عليا 5000 نقطة? لا زوج العملة مش هيحكس عليا 5000 نقطة فانا هدخل بعقد الستاندر وفي البعض يقولك لا انا هدخل باتنين لا خليها بعقد الستاندر واحد استحملني امشي واحدة واحدة ادخل بعقد الستاندر طيب العقد الستاندر ده مطلوب منك كام? مطلوب منك CD 3000 لا خليها 2000 بيب او بقى اعمل اقللك النقاط تمام? انت عايز 2000 بيب 2000 بيب بطول الشهر يبقى انت عايز كام? انت التارجة الخاص بيك ان شاء الله هتعمل كام? هتعمل 20 الف دلار خلي بالك انا بعمل لك خطة منطقية تمام? عملت 20 الف دلار ده في الشهر الشهر الواحد تمام? هتقعد 6 شهور هيتعمل قد ايه? هتعرف تعمل 120 تمام? 120 دولار يبقى انت كده ايه? قدرت ان انت توصل الحساب ل370 تمام? قدرت توصل الحساب ل370 يبقى تلتمية وسبعين. هنا الحسابك وصل تلتمية وسبعين. انا حتى الان لم اسحب الا ساحبة واحدة عشان مسألة ان انا اخد تسعين بالمئة. دي بتتعامل بعد ما توصل للعشرة بالمئة في الفندت. تمام? وحسابي بعد السنة ونصف اصبح تلتمية وسبعين الف. يعني اصبح كام معايا مية وسبعين الف دولار. تمام كده? مية وسبعين الف دولار تراغع. يومي وكلي مية وسبعين الف دولار. طيب. مية وسبعين الف دولار دولت. ايه رأيك بقى ان احنا ندخل بقدي ايه? باربعة ستندر. اربعة ستندر. يعني لما تدخل باربعين هنا اربعين. تعال بقى نحسبها. يبقى معايا اربعة تلاف ميتين وخمسين نقطة تراجع. تمام? هل زوج العملة هيعكس عليها اربعة تلاف ميتين وخمسين نقطة? لا. في نفس الوقت لا. في الامان. تمام? ودخل باربعين. عاوز قد ايه? عاوز. الف وخمسين نقطة. ايه ده? وانت عمل تقلل? ايه يا سيدي? ايه? فيها ايه? تعال بقى نشوف في الشهر انت هتعمل قد ايه? هتعمل ستين الف. وانا عمل اقللك. انا عمل اقلل التارجة الخاص بيك. مش بزودلك. لأ. ده انا بقللك التارجة الخاص بيك. من النقاط. طيب. ستين الف. ستين الف. هنفترض ان انت ست شهور. تمام? يبقى سعادتك هتعمل قد ايه? ده كده في نهاية اللي ايه? السنة السانية. تلتمية وستين. تمام? تلتمية وستين الف. احنا اخطأنا. ايه. تلتمية وستين الف. تمام? تلتمية وستين الف. نحسبها بقى كده. نعمل ايه حاجة هنا. نعمل equal. وثلتمية وسبعين. بلس. تلتمية وستين. الحساب وصل ليكام؟ لسبعمية وتلاتين الف. تمام؟ سبعمية وثلاتين ألف. تمام؟ سبعمية وتلاتين ألف. طبعاً مينس آآ متين. يبقى انت آآ مفترض خمسمية وتلاتين ألف. يبقى انت معك خمسمية وتلاتين ألف. 530 ألف دولار تراجع ومرت إيه مرة عامين مرت سنتين معك 530 ألف في المحفظة وقتها هتعرف تعمل إيه وقتها هتعرف تعمل 10 ستندر 10 ستندر بكام بمئة دولار 100 دولار تعمل كده علابية 5300 نقط مش هيحكس عليك 5300 نقط وهنا بقى هتعمل 1500 تمام ولا نخليها 1000 نقللها وتخليها 1000 نقط فقط لها غير أو خليها 1200 خليها 1200 تمام يبقى أنا كده هعمل اللي أنا هقدر أكسبه أنا عمل أقللك الربح في كل مرحلة 120 ألف تمام 120 ألف ديت اضربها بقى إيه في 6 تمام اضربها في 6 كده يبقى سنتين ونص 720 ألف دولار تمام 720 ألف دولار و730 و730 أضربها بقى ما عليك سنتين ونص أضربها مليون ربعمية واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة مليون ربعمية وكمسين ألف تمام مليون ربعمية وخمسين ألف يبقى أنا معايا مليون ميتين وخمسين ألف آدي مليون ميتين وخمسين ألف تمام واحدين ثلاثة أربعة خمس ستة تمام وهنعمل على كام بقى هنعمل مثلا على متين عشرين استندر تمام وهنشوف كده ستة لاف ميتين وخمسين مش يعكس عليك ستة لاف ميتين وخمسين تمام وهنجي هنا أقول لا أنا عاوز ألف نقطة فقط تمام كده كده أنا هكسب في الشارقة دي الميتين في مية ميتين ألف في ستة بكام بمليون ومتين تمام مليون ومتين تمام آدي أهو نعملها كده مليون ومتين كده السلاس سنوات انتهوا يا سادة يا قرام تمام تعال بقى نحسب انت كده تحصل على قد ايه أنا طبعا هعمل كده قول ايه كده ودي الميتين ألف بتوع الشركة تعمل كده تعمل كده واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة اتنين مليون ربعمية وخمسين الف دلار تمام اتنين مليون ربعمية وخمسين الف دلار وهتضربهم بقى في التسعين بالمئة اللي هي ايه الربح الخاص بيك لمشاركة الأرباح يبقى طلعا الكلام اتنين مليون ربعمية وخمسة الف اتنين مليون ربعمية وخمسة الف ده الكلام ده في سلاس سنوات هل الخطة اللي انا عرضتها ديت هل هي خطة صعبة بالنسبة لنا الخطة دي سهلة بس تحتاج لإيه للالتزام واحد ملتزم ناوي بيعمل مشروع ويه ناوي ان شاء الله خلي بالك ده اتنين مليون للحساب الواحد انت لك الحق ان انت ايه يكون لك حسابين يعني اتنين مليون واثنين مليون معاك اا اربعة مليون طبعا هي اتنين مليون ومتين بس انت هتبعتلي امتين عشان انا قلتلك الخطة ديت يعني هتبعت ثلاث سنوات كده ابعتلي على المحفظة الخاصة بيها امتين ألف قللي انا الحمدلله وصلت الى اتنين مليون تمام تمام? في ستة شهور. وبعد كده قلت لأ. انا نعم ان شاء الله. اعمل يعني ايه? آآ الفين نقط. تمام? وبعد كده قلت لا يا رب انا هعمل الف وخمسمائة. انا بدأت اخفق على الحساب اكتر. وبعد كده لا 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 انا هعمل الف ومتين. وبعد كده لا هعمل الف نقط. فاهم? كده انت خلاص. لو عاوز بقى تكمل في السنة الرابعة انت خلي بالك انت اصبح معك تراجع يعني خيالي. يعني انا لو حسبتلك بقى السنة الرابعة لأ ده انت تدخل بقى في ملايين ملايين الدولارات. لان التراجع الخاص بيك تراجع آآ كبير جدا. فهذه الشركة تعد كنز من الكنوز. تمام? لكنها ليست للسحب السريع كما يعتقد البعض ان هو عايز تسحب بسرعة. لا. دي استثمار. ليه? هو بيلعب معك لعبة مهمة جدا. وهي مسألة حز التراجع اليومي. وعندك مغزن الطيمة. الاتنين دول يعملو لك شغل عالي جدا. بس بالشغل اللي انا قلت لك عليه ده. مش الشغل اللي انت بتشتغله. اللي هو تدخل خمسة استندر واربعة استندر واتنين استندر وتضيع الحساب والكلام ده. لا. اشتغل كده. لو اشتغلت كده مش هتخسر الحساب. هتقول لي ثلاث سنوات. هو انا لسه استثى علي هاعد ثلاث سنوات. كم سنة ضاعت من عمرك? ولم تفعل شيئا. واحنا ضيعنا قدي ايه من عمرنا? واحنا هندحك على بعض. ما احنا ضيعنا سنوات ضوئية. صح? وعملين نقول اصلا كنت عايز اكسب في خلال شهر. لا. اعمل خطة والتزم بها. هتوصل ان شاء الله توصل. ولا تخبر احدا بارباحك. كلمة دي ضع تحتها الف خط. لان فعلا بيحدث كوارث من مسألة الارباح دي. بيحدث كوارث. انا واحد صاحبي ربح مش عارف والله تلاتين الف ادلار. حاجة زي كده في احد شركات تمويل. فقلت له لا تخبر احد بارباحك. اللي يسألك قل له واخسر يا سيدي. تخسر. هو حد هيطلع من جيبه ويعطيك. محدش هينفعك. تمام? فيعني ما تقولهاش انا قلتها قبل كده تلات مرات في القناة. كنت ربحت. والله العظيم. تاني يوم كنت اخسر الحساب. والله العظيم كنت تاني يوم اخسر الحساب. او تحصل لي مأساة في حياتي. تمام? صاحبنا ده. يعني ربنا يشفي. عمل حادثة سيارة. تاني يوم لما قال على ارباحه. والله العظيم. عمل حادثة سيارة. انت متخيل? طبعا يعني الحمد لله. جات كسور بسيطة وكده. والسيارة خلاص ضعت. سيارة فارها بقى ما هو. كسب تلاتين الف دلار وكان بيسحب قبل كده. فبيسمن الله ما شاء الله عليه. لكن اعلن. ما تعلنش. هتعلن ليه? هتعلن عشان تسويق. انت واحد بيكسب. هيسوق لنفسه ليه? فاهم? لأ. انت بتضر نفسك. مفيش حد هينفعك. اللي انت بتقول ارباح ولا ولا. انت مش محتاج حد. الكلمة دي ضاع تحتها الف خط. انت مش محتاج حد. انت بحتاج نفسك. تلعب وتشتغل وتكتهد على نفسك. تسمعش كلام حد. يعطيك طاقة سلبية. كلهم فشلة. كلهم بلا استثناء لا استثني احدا منهم. فشلة. وهيجبوك وراء. فكل واحد هيفضل يقول لك يا سيدي هو انت لسه تقعد ثلاث سنين وتلاقي واحد كده مكتئب عنده طاقة اجابة. طاقة اكتئاب كده عجيبة يقولك وانت تضمن الشركة اللي هي تستمره ثلاث سنوات. ما ممكن تفلس. اه فاهم? هتلاقي الحاجات ديت. هو انت ضامن. ما ممكن يحصل مش عارف ايه. ده انا واحد قال لي والله عظيم. لا اول ما اشتغلت في الفوركس. قال لي يا استاذ علي هو انت بتشتغل في الفوركس ليه? قلت له انا بحب الفوركس. قال لي بس انا سامع ان هم هيلغوا اليورو ويلغوا الدولار ويلغوا العملات. تفهم. بسط له كده مش عارف. طوله هيلغوا العملات. قال لي اه. طوله اه انا سامع كده برضو. وهنرجع نتعامل بيه المبادلة. المقايضة. هنرجع تاني. حاجة عجيبة. هتسمع كلام عجيب جدا. فاسمع وخلاص. ما لا تعلق. هزي الامور كلها لا تستحق ان تعلق عليها. هيعطوك طاقس البيع ملكش دعوة. اعمل الخطة الخاصة بك حتى لا تخبرني انا شخصيا. تمام. ما تخبرنيش. اشتغل. ولما ربنا يكريمك. ويه توصل للمتين الف. متين وعشرين. يبقى بقعت للعشرين الف عشان افتح حساب. شكرا جزيلا. بالتوفيق ان شاء الله. وادعوكم جميعا للتسجيل في هذه الشركة الرائعة. اللي هي بتعطيك ارباح اسبوعية. هذه الشركة من الشركات الوحيدة التي تعطي ارباح كل اسبوع. تمام. مشاركة ارباح كل اسبوع. يبقى شركة قوية. ما بتنتظرش بقى اسبوعين ولا شهر. لا بتعطيك ارباح كل اسبوع. لكن اكبر مميزاتها هي هذه المسألة. مغزن القيمة. والغاء التراجع اليومي. تمام. ده اكبر مميزات. اصعب حاجة فيها هي المسألة ديت. اللي الاثناشر الف ديت. اللي هو المتحرك ده. يعني ايه المتحرك. عشان بس ايه الناس مش يفضل متحرك معك لغاية ما تعمل العشرة بالمئة. يعني مثلا. انت وصلت الى اه المتين الف دولات. وصلت انت المتين اه وخمسة. تمام? المتين وخمسة الف دولات. يقسم لك الاثناشر الف. تقسم الاثناشر الف ديت. تمام? مينس اتناشر الف. يبقى التراجع الكل معك اصبح مية تلاتة وتسعين. رغم ان هو لما سلمك الحساب المتين الف. كان التراجع كام? متين الف مينس اتناشر الف. مية تمانية وتمانين الف. كل ما تكسب تلاقي التراجع بيزيد. لغاية يتحرك معك. تراجع متحرك. لغاية ما توصل للمتين وعشرين. تمام? اول ما توصل للمتين وعشرين لعشرة بالمائة. خلاص. ستوب. طبعا انت في التقييم لما توصل لعشرة بالمائة. خلاص. انت عدت المرحلة. في بقى الحساب الفندد. خلاص. الممول. طبعا ميزة الشركة الاساسية. ان هو حساب حقيقي. تشتغل على ريال اكاونت. تمام? ودي طبعا ممتازة جدا. لان لا يوجد بقى تعارض مصالح بينك وبين الشركة. تمام? فده امر ممتاز جدا. فانت اول ما توصل للحساب الحقيقي. تعمل لهم العشرة بالمائة. علشان تضمن الحاجات اللي اترك عليها. تضمن النمو. تضمن مسألة التسعين بالمائة. بس لازم تسحب صحبة واحدة. وتضمن ايضا اللي انت تحزف بالطلب التراجع اليوم. لان شغلنا كله ده معتمد على التراجع اليوم. خلي بالك انا حسابت كل الكلام ده. مش تلات تلاف نقطة ده. انا حسابت لك الفين نقطة و الف وخمسمية و الف ومتين و الف. انا لو حسابت لك الكلام ده بتلات تلاف. هيطلع لك رقم خرافي يعني. هيطلع لك رقم كبير جدا. لكن انا اردت ان انا اعمل خطة منطقية وواقعية وسهلة جدا اللي انت تقدر تنفزها ان شاء الله. وكل الكلام ده بكام ب الف وتمنمائة دولار. متخيل الف وتمنمائة دولار. مش مش توصل كمان ل الف وتمنمائة دولار. ده قد تكون تسعمائة دولار. لان انت هتشتغل على اكاونت. ولما تربح. هيبعتوا لك التسعمائة دولار اللي انت دفعتها. فتشتري الاكاونت تاني. لو انت عاوز تشتغل بتسعمائة دولار فقط. عايز تبدأ الاثنين اكاونت مع بعض. وده يفضل. هتدفع الف وتمنمائة دولار. وهتستلم منهم حوالي اربعة مليون دولار في سلاس سنوات. وخطة منطقية وسهلة. لو عاوز تشترك مع الشركة تلاقي في ديسكريبشن بالاسفل الرابط الخاص بنا. وخصم عشرة بالمئة. شكرا جزيلا. ما تنساش لايك وشير والاشتراك في القناة. شكرا جزيلا.